وفي السياق أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان أن الرئيس إقليم كردستاني شيرفون بارزاني ناقش جملة ملفات في زيارته الأخيرة لإيران بينها وجود الجماعات والأحزاب الكردية الإيرانية وقال شعبان أن الإقليم يرفض وجود أي جماعات تهدد الأمن القومي لدول أخرى سواء كانت إيران أو تركيا موضحا أن الجماعات الكردية الإيرانية الآن تمارس دورا سياسيا فقط واغلبها قد سلمت أسلحتها وبالتالي باتوا لا يشكلون تهديدا لأي دولة وضف أن هناك اتفاقا سابقا بين بغداد وطهران يقضي لنزع سلاح الجماعات الكردية المعارضة التي تنتشر في السليمانية وعلى أطراف الشريط الحدودي مع إيران وزيارة بارزاني أكدت رفض أي تهديدا لطهران يخرج من أرض الإقليم